موسيقى الرئيس سيسي وجهه بمواصلة فتح أفاق التصدير الزراعي وتعظيم العائد منه لرفع معدلات نمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة مصر تكثف اتصالاتها لزيادة المساعدات لقطاع غزة ووقف اطلاق النار وتبادل الأسر والمحتجزين موسيقى عشرات الشهداء والجرحة في غرات مسائية لجيش الاحتلال استهدفت عدة منازل في أنحاء قطاع غزة موسيقى التاسع مساء والسابعة بتوقيت جرينيتش نشرة اخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة بدايتها مع الزميلة ألاء شتا إليك ألاء شكرا لك سارة وأهلا بكم مشاهدين الكرام وجه الرئيس عبد الفتح السيسي بضرورة مواصلة العمل على استكمال المشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين لمتابعة التطورات التنفيذية لعدد من المشروعات القومية للإنتاج الزراعي خاصة المشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر وجه الرئيس السيسي بمواصلة فتح أفاق التصدير الزراعي وتعظيم العائد منه على النحو الذي يسهم في رفع معدلات نمو الاقتصادي وتحسين مستويات معيشة المواطنين وبناء القدرة الشاملة للدولة اجتماع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ولواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني والعقيد دكتور بهاء الغنم المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة التطورات التنفيذية لعدد من المشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية خاصة المشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر إلى جانب المشروعات في منطقتين تشكا وسيناء وفي محافظات بني سويف والمينيا والفيوم وكذلك مشروع سنابل صون بأسوان وقد اطلع السيد رئيس في هذا الإطار على معدلات تنفيذ المراحل الحالية والمستقبلية لتلك المشروعات بما في ذلك البنية الأساسية ووسائل الرأي الحديثة واستخدام التحول الرقمي في تطوير الإنتاجية الزراعية وموقف محطات المعالجة والتغذية الكهربائية والمناطق الصناعية المرتبطة بهذه المشروعات وقد وجه سيادته بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات هذه المشروعات لاستراتيجية العملاقة في إطار خطة الدولة لمعالجة الخلال المزمن في محدودية رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الجغرافية الكلية للجمهورية وتحقيق طفرة نوعية في هذا الصدد تضيف لقدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري وكذلك مواصلة فتح أفاق التصدير الزراعي وتعظيم العائد منه على النحو الذي يسهم في رفع معدلات نمو الاقتصادي وتحسين مستويات معيشة المواطنين وبناء القدرة الشاملة للدولة صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 172 لسنة 2023 بتقرير زيادة فعلوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والذي وافق عليه مجلس النواب ينص القانون على أنه اعتبارا من أول أكتوبر الجهري تزيد على ودغلاء المعيشة الاستثنائية ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا على أن تمنح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به ويستفيد من هذه الزيادة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي قرارا بتحديد مقار وعنوين الليجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية 2024 وتضمن القرار تحديد مقار البعثات الدبلوماسية المصرية التي ستجر فيها الانتخابات في الخارج كما أصدرت الهيئة قرارا بشأن قواعد وإجراءات التظلم أمام اللجنة العامة من عملية الاقتراع أو صحة التصويت وتوطعا أمام الهيئة الوطنية للانتخابات على القرار استعدر بالبت فيه بالانتخابات الرئاسية 2024 اشتركوا في القناة سلطت وسائل علام وصحف عالمية الضوءة على تحذير الرئيس عبدالفتاح السيسي من تفقم الأوضاع في قطاع غزة وتوسيع دائرة التصعيد إقليميا مما يؤدي إلى تحويل المنطقة بأكملها إلى كومبلة موقوطة وتجديده على ضرورة احترام سيادة الدولة المصرية وعدم المساس بها ركزت صحيفة وولستريت جورنال الأمريكية على تأكيد الرئيس السيسي خلال فعليات النسخة الثانية من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة أن هدف جيش مصر بقوته وقدراته وكفاءته هو حماية مصر وأمنها القومي مشددا على أهمية العقل والحكمة عند استخدام القوة خاصة أن مصر تلعب دورا إيجابيا للغاية في خفض التصعيد نقلت صحيفة الجارديان البريطانية تحذير الرئيس السيسي من تحول المنطقة إلى كومبلة موقوطة ومن أي توسع لدائرة الصراع في قطاع غزة بغض النظر عن السبب كما صلتت شبكة ABC News الأمريكية أيضا الضوء على تحذير الرئيس السيسي من توسع الصراع في غزة ونقلت شبكة CNN الأمريكية التحذير نفسه عن الرئيس السيسي وركزت على تصريحه بأن الشرق الأوسط سيصبح كومبلة موقوطة وأن توسع الصراع في غزة لن يكون في صالح أي من دول المنطقة نقلت صحيفة تيليغراف البريطانية عن الرئيس السيسي تأكيده ضرورة احترام سيادة الدولة المصرية وكذلك تحذيره من توسع الصراع في غزة كما ركزت إذاعة Vice of America على موقعها الإلكتروني على تحذير الرئيس السيسي من مخاطر تفاقم الصراع في غزة على المنطقة وتحولها إلى كومبلة موقوطة كما نقل اتحاد البثل السويسري عبر موقعه الإلكتروني سويس انفو عن الرئيس السيسي تأكيده على ضرورة احترام سيادة الدولة المصرية وقوله إن مصر دولة قوية لا يمكن المساس بها وفي تقرير مطول حول الأوضاع في غزة ركزت مجلة بوليتيكيو الأمريكية على تحذير الرئيس السيسي من تفاقم الصراع بغض النظر عن سبب التفاقم ومكررا تحذيره من توسع النزاع وتحول المنطقة إلى كومبلة موقوطة تهدد الجميع وردنا الآن مشاهدين الكرام هذا الخبر العاجل حيث تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جوب بايدن وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين ناقش مجمل الوضع الأمني في الشرق الأوسط ومستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة وأهمية الحيلولة دون توسع دائرة الصراع للمحيط الإقليمي حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد موقف مصر بضرورة التوصل لهدنة إنسانية فورية لتعزيز الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر بتعاون مع الأمم المتحدة وكافة الأطراف الدولية الفاعلة وعلى رأسها الولايات المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لأهالي قطاع غزة وقد توافق رئيسان على أهمية تكثيف الجهود لزيادة المساعدات بشكل ملموس وفعال ومستدام وبكميات تلبي الاحتياجات الإنسانية لإهالي القطاع الذين يتعرضون لمعاناة هائلة كما تطرق الاتصال لمختلف أبعاد الأوضاع الراهنة في قطاع غزة حيث أكد السيد الرئيس موقف مصر ثابت برفض سياسات العقاب الجماعي والتهجير مؤكدا أن مصر لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية فيما أكد الرئيس الأمريكي رفض الولايات المتحدة لنزوح الفلسطينيين خارج أراضيهما معربا عن التقدير البالغ للدور الإيجابي الذي تقوم به مصر والقيادة المصرية في الأزمة وأضف المتحدث الرسمي أن الرئيسين استعرض كذلك آخر المستجدات فيما يتعلق بملف المحتجزين في قطاع غزة بالإضافة إلى بحث آفاق تعاون المشترك لحجد الجهود الدولية من أجل دفع مسار إحياء عملية السلام بهدف تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقا لمقررات الشرعية الدولية مرة أخرى مشاهدين الكرام ننوه إلى هذا الخبر العاجل حيث تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيسين نقش مجمل الوضع الأمني في الشرق الأوسط ومستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة وأهمية الحيلولة دون توسع دائرة الصراع للمحيط الإقليمي حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد موقف مصر بضرورة التوصل لهدنة إنسانية فورية لتعزيز الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة وكافة الأطراف الدولية الفاعلة وعلى رأسها الولايات المتحدة وذلك لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لأهالي قطاع غزة وقد توافق الرئيسا على أهمية تكثيف الجهود لزيادة المساعدات بشكل ملموس وفعال ومستدم وبكميات تلبي الاحتياجات الإنسانية لأهالي القطاع الذين يتعرضون لمعاناة هائلة كما تترقى الاتصال لمختلف أبعاد الأوضاع الراهنة في قطاع غزة حيث أكد السيد الرئيس موقف مصر الثابت برفض سياسات العقاب الجماعي والتهجير مؤكدا أن مصر لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية فيما أكد الرئيس الأمريكي رفض الولايات المتحدة لنزوح الفلسطينيين خارج أراضيهما معربا عن التقدير البالغ للدور الإيجابي الذي تقوم به مصر والقيادة المصرية في هذه الأزمة وأضف المتحدث الرسمي أن الرئيسين استعرض كذلك آخر المستجدات فيما يتعلق بملف المحتجزين في قطاع غزة بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون المشترك لحشد الجهود الدولية من أجل دفع مسار إحياء عملية السلام بهدف تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقا لمقرارات الشرعية الدولية مشاهدين نعيد على حضراتكم هذا الخبر العاجل حيث تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جوبايدن صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين ناقش مجمل الوضع الأمني في الشرق الأوسط ومستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة وأهمية الحيلولة دون توسع دائرة الصراع للمحيط الإقليمي حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد موقف مصر بضرورة التوصل لهدنة إنسانية فورية لتعزيز الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة وكافة الأطراف الدولية الفاعلة على رأسها الولايات المتحدة لإصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لأهالي قطاع غزة وقد توافق الرئيسان على أهمية تكثيف الجهود لزيادة المساعدات بشكل ملموس وفعال ومستدام وبكمية تلبي الاحتياجات الإنسانية لأهالي القطاع الذين يتعرضون لمعاناة هائلة كما تترق الاتصال لمختلف أبعاد الأوضاع الراهنة في قطاع غزة حيث أكد السيد الرئيس موقف مصر الثابت برفض السياسات العقابة الجماعية والتهجير مؤكدا أن مصر لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية فيما أكد الرئيس الأمريكي رفض الولايات المتحدة لنزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم معربا عن التقدير البالغ للدور الإيجابية الذي تقوم به مصر والقيادة المصرية في هذه الأزمة أضاف المتحدث الرسمي أن رئيسين استعرض كذلك أخر المستجدات فيما يتعلق بملف المحتجزين في قطاع غزة بالإضافة إلى بحث أفاق التعاون المشترك لحجد الجهود الدولية من أجل دفع مصار إحياء عملية السلام بهدف تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقا لمقررات الشرعية الدولية اشتركوا في القناة أكدت مصادر رفيعة المستوى للقاهرة الإخبارية أن مصر تكثف اتصالاتها مع كل الأطراف الإقليمية والدولية لإدخال كميات كبيرة من المساعدة الإنسانية لقطاع غزة خلال الأسبوع الجاري وأشارت المصادر إلى وجود اتصالات مصرية مكثفة مع كل الدول والأطراف المعنية دوليا وإقليميا للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين بقطاع غزة بحث وزير الخارجية سامح شكري خلال اتصالين هاتفيين مع أيمن ألصف دي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المختاربين الأردنية والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودية بحث مستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الاتصالين يأتيان في إطار تنصيق الجهود العربية من أجل التعامل مع التصعيد العسكري غير المسبوق في قطاع غزة والاعتداءات المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين وسبو الإنفاذ هدنة إنسانية فورية تحفظ أرواح الأشقاء الفلسطينيين وتخفف من وطأة المعاناة الإنسانية المتفاقمة لسكان القطاع تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصلا هاتفيا من وزير خارجية إيطاليا أنتونيو تاياني وتناول التصعيد العسكري في قطاع غزة تبادل الوزيران الرؤى والتقييمات حول ضرورة تغليب مساري التهدئة وتوفير الحماية للمدنيين وضمان توفير النفاذ الآمن والمستدام دون أعوائق للمساعدة الإنسانية لإنقاذ حياة الفلسطينيين في غزة أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة الضلاع المجتمع الدولي والأجهزة الأمامية المعنية بدورها الهام في التخفيف من وضع المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون تحت ممارسات العقاب الجماعي من قصف إسرائيلي متواصل وحصار وتهجير قصري بالمخالفة لكل أحكام القانون الدولي والإنسانية جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه شكري من فولكر تورك مفوضة الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسانة تناول الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة ومساعي تنصيق الجهود الدولية لإنفاذ المساعدات لأهالي القطاع كما تطرقت المناقشات للقرار العربي الذي تم اعتماده في الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا والداعي لإنفاذ خدنة إنسانية فورية في غزة والجهود المصرية بالتنصيق مع المنظمات ووكالات الإغاثة الأممية لإدخال المساعدات عبر معبر رفح إلى الأشقاء الفلسطينيين حيث أكد الطرفان على وجوب ضمان النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية لغزة دون عوائق وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين فضلا عن رفض سياسات التهجير القصرية لسكان القطاع هذا واتفق الوزير شكري والمسؤول الأممي على استمرار التشور على مدار الأيام القادمة لتنصيق الجهود من أجل العمل على تخفيف التدعيات الإنسانية اللازمة على أهالي قطاع غزة أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الوضع المأسوي الراهن في قطاع غزة يحتم أن تتحرك الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة لضمان النفاذ الآمن والكامل والمستدام للمساعدات الإغاثية لأهالي القطاع جاء ذلك خلال استقباله ديفيد ساترفولد المبعوث الأمريكي الخاص للقضايا الإنسانية بالشرق الأوسط حيث صرح المتحدث باسم الخارجية السفير أحمد أبو زيد بأن وزير الخارجية أكد خلال لقاء حجم الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع مشددا على ضرورة وجود تحرك دولي ناجاد ومنصق لإنفاذ هدنة إنسانية فورية وتجنيب تعريض المدنيين للمزيد من ويلات هذا التصعيد في سياقنا متصل أكد وزير الخارجية أن إنفاذ المساعدات هو ركن واحد من جهود التعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في غزة ويتعين ألا يصاحبه توسيع في العملية العسكرية البرية للقوات الإسرائيلية داخل القطاع من جانبه أعرب المبعوث الأمريكي عن تقدير بلاده للدور المصري الهام في تسهيل دخول المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة مؤكدا الحرص على استمرار العمل المشترك لضمان إنفاذ المساعدات بشكل مستدام وكامل خلال الفترة القادمة حذر وزير الخارجية سامح شكري من العواقب الإنسانية والأمنية الوخيمة لسياسات إسرائيل التصعيدية ضد الشعب الفلسطيني في غزة لسيما القصف المتواصل والحصار والتهجير القصري وخلال استقباله وزيرة خارجية بلجيكا حج الأحباب أكد وزير الخارجية رفض مصر القاطع لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول المنطقة كما أكد وزير الخارجية على المخاطر الجسيمة التي تكتف مصار توسيع القوات الإسرائيلية العملياتها البرية في غزة مشددا على ضرورة بذل جهود دولية منصقة والبناء على مباحثات القادة ومسؤول الحكومات خلال قمة القاهرة للسلام من أجل وقف الحرب الدائرة وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين من جانبها أعربت وزيرة خارجية بلجيكا عن تطلعها للاستماع إلى رؤية مصر بشأن سبولي دعم القضية الفلسطينية وإحياء عملية السلام باعتبار مصر هي الرائدة دائما في جهود تحقيق السلام بالمنطقة زراء المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان معبر رفح البري وأعرب خان عن أمله في زيارة قطع غزة وإسرائيل خلال زيارته إلى المنطقة كما أكد ضرورة عدم موجود أي عائق لوصول إمدادات الإغاثة الإنسانية إلى المدنيين مؤكدا أن عرقلة إمدادات الإغاثة إلى سكان غزة ربما يشكل جريمة حرب بمجب اختصاص المحكمة وفي مؤتمر صحفي بالقاهرة عقب عودته من زيارة معبر رفح أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن التحقيقات في القضية الفلسطينية تعتبر هامة جدا للمحكمة كما أعرب عن حزنه لاستهداف الأطفال في قطع غزة مشيرا إلى أن المدنيين في القطاع يعانون ويعيشون حربا لا ذنب لهم بها الفلسطينيين ليسوا طرفا في تلك المشكلة أو تلك العلاقات لقد قتل العديد منهم وأصيب العديد منهم وأنه من المفزح عن طرى أكسام وجسس الأطفال الصغار وهي مملوء بالطراب وأن نبقى صامتين وبلا عواطف أنهم موتون أو حتى أولئك الذين يقرون في المؤسسات الربية وليس لديهم وسائل لحاولة في إصلاح ذلك الذي يروح الحقيقة أن الأبرياء في هذا العالم لا يمكنوا لاجب أن يهربوا لأنه ليس قطعهم هذا ليس مكبولا يجب أن نرجع خطوة الوراء ونقرر بأن هذا ليس مكبولا أفد مرسل أكستر نيوز بمعبر رفح بدخول سيارات محملة بالمساعدة اليوم إلى قطاع غزة عبر المعبر حيث تم تسليمها للجانب الفلسطيني يأتي ذلك فيما يوصل معبر رفح استقبال المساعدة الإنسانية والإغاثية لإدخالها إلى الجانب الفلسطيني وذلك تنفيذا لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل أوجهه الدعم للأشقاء الفلسطينيين وأفد مرسل أكستر نيوز بوصول طائرة فرنسية تحمل مساعدات لقطاع غزة إلى مطار العريش كما أفد مرسلنا بوصول طائرة مساعدات كويتية لمطار العريش تمهيدا لدخولها لغزة هذا ويواصل مطار العريش استقبال طائرات المساعدات استعدادا لدخولها إلى قطاع غزة يأتي ذلك تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر استشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون في غرات جديدة وقصف مدفعي لجيش الاحتلال الإسرائيلي على عدة منازل في أنحاء قطاع غزة واستهدف القصف المنازل في حياء الشجعية والزيتون ومنطقتين النصيرات والبريج كما قصف جيش الاحتلال منزلا مأهولا بالسكان في بلدة بيت لهيا شمال القطاع وآخر خلف إحدى المدارس في مخيم جابلية كما قصفت طائرة الاحتلال أحد المساجد في منطقة مشروع بيت لهيا كما استهدف الاحتلال محيط مستشفى القدس في حي تل الهوى ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المرضى والجرحى والمواطنين داخل المستشفى وكانت الصحة الفلسطينية قد أعلنت ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى ثمانية ألاف وتسعة وستين شهيدا نصفهم من الأطفال بالإضافة إلى أكثر من عشرين ألف مصاب أدانت منظمة التعاون الإسلامي استمرار العدوان العسكري الإسرائيلي وتصعده منذ ثلاثة وعشرين يوما على قطاع غزة ما أدى إلى عشرات الألاف من الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء وقالت إن العدوان الإسرائيلي أدى إلى التدمير المتعمد للمباني والمستشفيات والمدارس وأماكن العبادة ومنشئات الأمم المتحدة مجدد الدعوة للمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي على الوقف الفوري العدواني الغاشم ضد الشعب الفلسطيني وإلزامها باحترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وضمان فتح ممرات إنسانية دائمة لتسهيل وصول الأدوية والمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة قال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتاريش أن الوضع في غزة يزداد يأسا بمرور ساعات كما شدد على ضرورة توحيد الجهود لإنهاء هذا الكابوس لشعب غزة وجميع المتضردين في أنحاء العالم وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء نيبال خلال زيرته للبلاد قال غزة جوتاريش أن قوات الاحتلال كثفت عملياتها العسكرية بدلا من وقف إنساني لإطلاق النار والمدعوم من المجتمع الدولي مضيفا أن عدد المدنيين الذين استشهدوا وأصيبوا غير مقبول على الإطلاق سمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مواقف الدول العربية وشعوبها الشقيق الداعمة والمساندة لحقوق الشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلية كما جدد دعوته لعقد قمة عربية طارئة خلال استقباله وزير خارجية البحرين عبداللطيفة بن راشد الزياني أكد الرئيس الفلسطيني التمسك بالحل السياسي الشامل المستند للشرعية الدولية والذي ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعصيمتها القدس الشرقية مجددا التأكيد على تحميل إسرائيل المسئولية على ما يجرى من عدوان جدد أبو مازن رفض تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من بيوتهم وأرضهم سواء من غزة أو الضفة أو القدس ومؤكدا أن الفلسطينيين لن يقبلوا بالحلول العسكرية والأمنية اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن فشل المجتمع الدولي في وقف عدوان إسرائيل التدميري لتصفية قطع غزة وبالتالي تصفية القضية الفلسطينية يهدد بشكل خطير مرتكزات النظام العالمي وقالت الخارجية الفلسطينية أن غياب الإرادة الدولية لوقف عدوان يفقد مؤسسات الشرعية الدولية خاصة القائمة على حفظ وضمان مبادئ حقوق الإنسان وما تبقى لها من مصدقية ويحول مضامين مثاق الأمم المتحدة ونصوص القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان إلى مجرد ما وصفته بحبر على ورق ويستبدلها بمنطق القوي يأكل الضعيف مدينة استمرار الاحتلال إسرائيل في حربه التدميرية ضد قطاع غزة لليوم الثالث والعشرين على التوالي أدى انقطاع الاتصالات وخدمة الإنترنت إلى حالة من الزعر بين سكان قطاع غزة وتواقم الدفاع المدني بسبب صعوبة التواصل للإبلاغ عن حالات الاستهداف المزيد في سياق هذا التقرير نتابع حالة من التوتر والترقب انتظار هو الأسوأ ساعات تكاد تكون الأحلك على سكان غزة بعدما شهدته من انقطاع لكافة سبل الاتصالات واستحالة الوصول لأي معلومات من القطاع المحاصر الدفاع المدني الفلسطيني أكد أن فترات الانقطاع تلك كانت الأصعب منذ بدء العدوان الإسرائيلي محذرا من تكرار الأمر لأنه يؤثر على طواقم الدفاع المدني وعلى حياة المواطن في القطاع بشكل عام وجهنا كارثة حقيقية بل ربما يعني أكبر من كارثة لأول مرة في تاريخ الإسعاف وتاريخ الصحة تتوقف نداءات الاستغاثة من المواطنين بسبب انقطاع الاتصالات والإنترنت نحن الآن نعمل كخطة بديلة صعبة جدا علينا وعلى المواطنين من حيث الاستهدافات أو نداء الاستغاثة الدفاع المدني الفلسطيني أشار أيضا لوجود بعض الاستهدافات التي جرت ولم يكن دي علم بها بسبب غياب الاتصالات موضحا في هذا السياق أن تواقم العمل كانت تتحرك بناء على سماع دوي الانفجارات قطع الاتصالات أثر أيضا على المواطنين الذين انقطعوا على ذويهم في داخل غزة وخارجها انقطعت الاتصالات هناك قصف في عدة مواقع ربما نحن واقفين الآن يتم قصف أي موقع على الدخان الذي يتصاعد من مكان الانفجار ربنا نحدد نوعا ما مكان القصف ونوجه سيارات الإسعاف حتى سيارات الإسعاف التي تخرج لمكان الاستهداف لا يوجد اتصال بيني وبين سيارة الإسعاف بسبب عدم وجود حتى اللاسلكيات وواجه سكان غزة انقطاعا شبه كامل للاتصالات وخدمات الانترنت على مدار يومين مع إلقاء الطائرة الحربية الإسرائيلية قنابل على شتى المناطق بالتزامن مع عملية برية محدودة نفذها جيش الاحتلال أعلن الجيش الأردني أنه لا صحة لما ينشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول استخدام قواعد سلاح الجو الملكي الأردني من قبل طائرات أمريكية تقوم بتزويد قوات الاحتلال بالمعدات والذخائر لاستخدامها في عمليات القصف على قطع غزة وأكد الجيش الأردني أن نشر وتداول مثل هذه الشائعات يأتي بقصد تأثير على الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية وسمعة القوات المسلحة التي لا يزال مستشفاها الميدني يستقبل الجرح والمصابين في قطع غزة عودة للخبر الأبرز مشاهدين الكرام حيث تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصلا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جوب بايدن وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيسين ناقش مجمل الوضع الأمني في الشرق الأوسط ومستجدات التصعيد العسكري في قطع غزة وأهمية الحيلولة دون توسع دائرة الصراع للمحيط الإقليمي حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد موقف مصر بضرورة التوصل لهدنة إنسانية فورية لتعزيز الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر بتعاون مع الأمم المتحدة وكافة الأطراف الدولية الفاعلة وعلى رأسها الولايات المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإيغاثية لإهالي قطع غزة وقد توافق الرئيسان على أهمية تكثيف الجهود لزيادة المساعدات بشكل ملموس وفعال ومستدام وبكميات تلبي الاحتياجات الإنسانية لإهالي القطع الذين يتعرضون لمعاناة هائلة كما تطرق الاتصال لمختلف أبعاد الأوضاع الراهنة في قطع غزة حيث أكد السيد الرئيس موقف مصر الثابت برفض سياسات العقاب الجماعي والتهجير مؤكدا أن مصر لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من قطع غزة إلى الأراضي المصرية فيما أكد الرئيس الأمريكي رفض الولايات المتحدة لنزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم معربا عن التقدير البالغ للدور الإيجابي الذي تقوم به مصر والقيادة المصرية في هذه الأزمة وأضف المتحدث الرسمي أن الرئيسين استعرض كذلك آخر المستجدات فيما يتعلق بملف المحتجزين في قطع غزة بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون المشترك لحجل الجهود الدولية من أجل دفع مسار إحياء عملية السلام بهدف تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقا لمقرارات الشرعية الدولية لمزيد من المتابعة مشاهدين الكرام ينضم إلينا هاتفيا أسامة السعيد مدير تحرير جريدة الأخبار مساء الخير يا فندم أهلا وسهلا بحضرتك معنا في هذه النشرة الإخبارية أهلا بحضرتك أهلا بك أهلا بك يعني رئيس بايدن أكد رفض الولايات المتحدة لنزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم كيف ترى هذا التأكيد خاصة في ضوء الموقف المصري الحاسم إذا تهجير الفلسطينيين يعني أولا هذا الاعتراف وهذا الموقف يعد مكسبا للدبلوماسية المصرية والرؤية المصرية لأنه نلحظ بشكل مواضح حجم التغير في اللهجة الأمريكية من الدعم المطلق والغير محدود للرؤية الإسرائيلية وللمواقف الإسرائيلية إلى مواقف تبدو وكأنها تتسم بكثير من التوازن أو بعض التوازن في حقيقة الأمر بالتأكيد على رفض الولايات المتحدة لنزوح الفلسطينيين بالحديث عن أهمية استدامة دخول المساعدات وزيادة كمية المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والتفاهم للحاجة الإنسانية لسكان القطاع التأكيد على الحقوق المشروعة والأمور القرارات الشرعية الدولية كلها مكاسب في حقيقة الأمر تؤكد أن الرؤية المصرية بدأت بالفعل تصل للعقل الغربي وخاصة العقل الأمريكي الذي كان ينظر إلى الأمور فقط من زاوية واحدة وهي زاوية الرؤية الإسرائيلية الآن يمكن الحديث عن أن المواقف المصرية والاتصالات المصرية المكسفة والتحركات المصرية الواسقة والهادئة والمركزة بدأت تؤتي سمارها اليوم شهدنا دخول 33 شاحنة إلى قطاع غزة وهذه أكبر قافلة مساعدات تدخل إلى القطاع منذ بدأ دخول المساعدات قبل 9 أيام وهذا لم يأتي إلا بتحركات مصرية واتصالات مكسفة وضغوط أيضا من جانب مصر لتحسين الوضع الإنساني وتحسين دخول المساعدات في تقدير مصر تتحرك بوعي تتحرك بثبات الاتصالات المصرية اتصالات تركز على أرض الواقع تركز على النتائج التي يمكن تحقيقها وأعتقد أن هذا يوفر نجاحات حقيقية على الأرض للرؤية المصرية والدور المصري رأينا كيف استطاعت مصر أن تقدم أو تضغط لدخول المساعدات رأينا كيف استطاعت مصر في قمة القاهرة للسلام أن توفر أكبر حشد أقليمي ودولي للقضية الفلسطينية خلال هذه الأزمة المحتدمة رأينا كيف استطاعت مصر أن تدير اتصالات على أكثر من المصار سواء على المصار الإنساني أو المصار الدبلوماسي أو حتى العمل الدؤوب في ملف الأسرة والمحتجزين ومحاولة تحقيق اختراق في هذا الشأن أعتقد أن مصر تتحرك بثبات وبوعي وبمسؤولية كبيرة وفقا لدورها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية وأيضا بالنظر إلى ثقالها الاستراتيجي في المنطقة وفي العالم صحيح يعني يمكننا أستاذ أثام الحياة رئيسان السيسي وبايدن توافقة على أهمية تكثيف الجهود لزيادة المساعدات بشكل ملموس ومستدام لأهالي غزة كيف يدعم جهود دعم الشعب الفلسطيني خاصة مع استمرار التصعيد كيف يدعمه على أرض الواقع يعني يجب أن ندرك حقيقة يعترف بها العالم كله أولا أن الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر قدرة للضغط على إسرائيل وبالتالي محاولة إقناع الولايات المتحدة وتوضيح الحقائق على الأرض والتأكيد على خطورة الموقف وأن التصعيد الإسرائيلي غير المحسوب سيؤدي إلى الإدرار بالأمن والاستقرار في المنطقة برمتها وتوسيع رقعة الصراع لن يكون في مصلحة أحد حتى في مصلحة إسرائيل نفسها ولا في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية لأن لديها مصالح كبيرة وعميقة للغاية في منطقة الشرق الأوسط وبالتالي الرؤية المصرية تركز على حديث الواقعية وتركز على رؤية حقيقية لاستشراف المخاطر الموجودة على الأرض وبالتالي عندما يتحدث الرئيس المصري ويؤكد لنظيره الأمريكي على خطورة الموقف فإن الولايات المتحدة تدرك أن الرؤية المصرية رؤية تنبع من الواقع تنبع من إدراك حقيقي لخطورة الموقف سبق أن حذرت مصر من هذه الأزمة وحذرت من وجود دوافع وبواعث لحالة تأزم في الأراضي المحتلة وقد حدث ما حذرت منه مصر أيضا مصر عندما تضغط في ملف المساعدات فهي تدرك حجم الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع وليس من مصلحة أحد أن تتحول غزة إلى مقبرة جماعية وبالتالي يجب هنا الضغط واستخدام الضغط الأمريكي على إسرائيل من أجل الوقف العراقيل التي تضعها حكومة الاحتلال الإسرائيلي أمام دخول المساعدات بشكل آمن ومستدام وبكميات كافية لسكان القطاع أيضا ما يتعلق بوقف التصعيد مصر تحذر ومنذ اليوم الأول لهذه الأزمة من مغضة وخطورة توسيع جبهات الصراع وأن هذه الحرب يمكن أن تؤدي إلى حرب إقليمية كبيرة تهدد استقرار وسلام المنطقة وبالتالي أيضا الولايات المتحدة يجب أن تتحرك في هذا المصاري يجب أن تستمع إلى هذه الرؤية ويجب أن تكون لديها إجراءات على الأرض لا تكتفي فقط بالتأكيد أو بمحاولة الإشارة إلى استشعارها للخطر يجب أن تكون لها تحركات وأعتقد أن الولايات المتحدة بالفعل بدأت تستشعر حجم الخطر الذي يمكن أن يؤدي إليه التصعيد الإسرائيلي خاصة إذا ما قررت إسرائيل المضيق قدما في مسألة الاجتياح البري الذي حذرت منه نصر وعدد من دول المنطقة وبالتالي أتصور أن الرؤية الأمريكية بدأت تنظر إلى الأمور بعيدا عن الدخان الذي ربما كان مصارا بعد السابع من أكتوبر بدأت تستكشف الحقائق وبالتالي بدأت الخطاب السياسي الأمريكي يبدو أكثر تفاهما للمخاوف العربية وخاصة للرؤية المصرية الواسقة والحكيمة والساقبة لهذه الأزمة الحقيقة الرئيس السيسي منذ بدء الأزمة بيؤكد على ضرورة إدخال المساعدات وأيضا على ضرورة الحل الدبلوماسي يعني الآن بيجدد موقف مصر بضرورة التوصل لهدنة إنسانية فورية ما الذي يحتاج الوضع الراهن للبناء على هذه الجهود المصرية الحثيثة والجدية من أجل هدنة فورية أولا يحتاج إلى أمرين أساسيين يحتاج إلى إرادة سياسية واضحة من قبل الأطراف المعنية في هذا الصراع للتجاوب مع جهود التهديئة ووقف إطلاق النار ويحتاج أيضا إلى ضغوط دولية على إسرائيل كي تتوافق أو كي تتجاوب مع هذه الأمور الطرف المعرقل لأية محاولات للتهديئة هو الطرف الإسرائيلي وهو يستخدم الدعم الغربي غير المحدود للموقف الإسرائيلي في هذه الأزمة لكي ينفذ مشروعات ويخطو تجاه خطوات من المستحيل تنفذها وفي مقدمة هذه الخطوات هي تهجير سكان قطاع غزة وإخلاء القطاع من سكانه عبر دفعهم للنزوح القصري من أرضهم وهذا أمر لن يتحقق ولن يحدث وأعتقد أن مصر في كل مناسبة أكدت هذا بشكل حاسم وآخرها في الاتصال الهاتفي الذي نحن بصدده الآن وتأكيد وموقف لا يحتمل أي تأويل مصر لم ولن تسمح بتهجير سكان قطاع غزة من أراضيهم لأن هذا يعني تصفية القضية الفلسطينية وهذا ما لن تسمح به مصر على الإطلاق وستتصدى له بكل ما أوتيت من قوة وأتصور أن المواقف الشعبية والرسمية واضحة بشدة إذا هذه القضية هذه نقطة وبالتالي يتبقى أن يمارس المجتمع الدولي ضغطا حقيقيا على إسرائيل حتى لا تتصور أن أوهام القوة قادرة على تحقيق ما لن يتحقق وبالتالي تجر المنطقة كلها إلى ويلات لا تحتملها هذه المنطقة وبالتالي الإرادة السياسية يجب أن تتوفر وأعتقد أن عدد من أطراف المنطقة والقوة الإقليمية لديها هذه الإرادة ولديها هذه القدرة على إدارة حوار سياسي يفضي إلى تهدئة إنسانية ومن ثم الانتقال إلى وقف الإطلاق النار ثم ممارسة الضغط السياسي على إسرائيل وهذا لن يتحقق إلا من خلال الأطراف الغربية التي أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لممارسة انتهاكاتها في قطاع غزة وهي الآن التي عليها مشؤولية الضغط على إسرائيل لكي تتجاوب مع جهود الهدنة الإنسانية ثم الانتقال لمرحلة تالية وهي وقف دائم أو وقف طويل المدى لإطلاق النار يمكن بعده إطلاق عملية سياسية تحاول أن توجد حلا لا تتكرر معه هذه المآسي مجددا في قطاع غزة وفي كل الأراضي الفلسطينية ولكن يبدو حتى هذه اللحظة أن إسرائيل لا ترغب ولا تريد أن تتجاوب مع جهود التهدئة وجهود وقف إطلاق النار ومن هنا أعتقد أن الضغط يجب أن يتزايد ويكون مكسفا في الفترة المقبلة حتى لا تجر إسرائيل المنطقة كلها إلى حفة هاوي نعم أنا أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أسامة السعيد وفي الحقيقة الموقف المصري واضح وثابت منذ اللحظة الأولى بضرورة وقف التصعيد والوصول إلى هدنة إنسانية أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أسامة السعيد مدير تحرير جريدة الأخبار وافق المجلس النواب نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار كما وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة والمزيد نتابعه في التقهير التالي في جلسته العامة وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار والذي يهدف إلى دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميا ودوليا الحقيقة النهاردة مناقشة قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار وهذا الأمر يأتي تماشيا مع المصطلحات العالمية والاتجاه العالمي لتأسيس وكالات معنية بهذا الغرض لكن الحقيقة وده لفتنا النظر للمجلس الموقر في نقاشه مع الحكومة إن لابد الالتفات للتحديات التي تواجه التصدير من أجل تعزيز الصادرات المصرية لأن ده جزء مهم من الاقتصاد القومي من أهم هذه العقبات تعدل الجهات اللي ممكن تبقى مسؤولة لازم من الوكالة تكون مظلة تجمع الجميع من أجل تعزيز الصادرات كما وفق المجلس نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة والذي يتضمن زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلي بمقدار خمسين قرشا للشرائح الثلاثة تم تحريك الشرائح الخاصة بالسجائر كانت 24 جنيه و35 جنيه وأكثر من 35 اتحركت إلى 31 و45 وأكثر من 45 تطبيق القانون سيدر حصيلة 8 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة سنويا وده سيساهم في أوجه الصرف المختلفة خلال المناقشة النهاردة مع الحكومة الحكومة أفادت أنه تم الاتفاق مع الشرك على ضرورة وضع سعر بيع رسمي على علب السجائر للمستهلك حتى يمكن الرقابة على الأسواق أيضا زادت عدد الوكلاء هناك العديد من ألفواد نتيجة تطبيق هذا القانون حتى على الصحة العامة المواطن كل المعايير العالمية تتاجه نحو زيادة الضرائب على السجائر لتأثيرها أثر سلبي على الصحة العامة المواطن هذا وقد تمت إحالة خمسة قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشرعية كما تمت إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشرعية لدراستها وإعداد تقرير بشأنها نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة مقطع صوتي يتم تدوله على مواقع التواصل الاجتماعي يستدل منه على دخول مصر في موجات وبائية جديدة خلال الفترة القادمة ويحذر من خطورة تناول اللقاحات الخاصة بها أكدت وزارة الصحة والسكان أنه لا صحة لظهور موجات وبائية جديدة في مصر خلال الفترة القادمة أو من خطورة تناول اللقاحات الخاصة بها وأن المعلومات المتدولة بالمقطع الصوتي غير حقيقية ولا تمت للواقع بأي صلة مشددة على أن الوضع الصحي في مصر مطمئن ومستقر تماما ولا توجد أي أمراض وبائية بأي محافظة من المحافظات على مستوى الجمهورية مشيرة إلى امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حجب الموقع الإلكتروني مدى مصر ورابطه الإلكتروني لمدة ستة أشهر وذلك لممارسته النشاط الإعلامي دون الحصول على ترخيص بذلك من المجلس بالمخالفة للمدتين السادسة والتاسعة والخمسين من القانون رقم 180 لسنة 2018 ولنشره أخبارا كاذبة دون التحري من مصادرها والتدليس على الجمهور والإدرار بمقتضيات الأمن القومية وذلك بعد أن عقد جلسة تحقيق استمع خلالها لرئيسة تحرير الموقع في الشكاوى المقدمة كما قرر المجلس إحالة الموضوع إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه بشأنها وكانت هيئة مكتب الإعلام الأعلى لتنظيم الإعلام قد أعلنت يوم الخامس عشر من أكتوبر الجاري أنها قررت إحالة مسؤولي مدى مصر للتحقيق وإختار النائب العام حالي ثبوت المخالفات ونشر أخبار كذبة وطلق المجلس شكاوى عديدة تتهم الموقع بنشر تقارير تحريضية بالإدرار بالأمن القومي من مصادر وهمية ومجهولة تصير الفتنة والتشكيك في الموقف القوي الذي تتخذه الدولة المصرية تجاه الحفاظ على القاضية الفلسطينية وعدم تصفياتها ومنع التهجير من قطاع غزة وهو ما اعتبره المجلس يتنافى مع القوانين ومواطيق الشرف الإعلامية والمهنية ولا يتحرى الدقة ويتعارض مع الأكواد التي أصدرها المجلس في هذا الشأن وذلك بعد أن عقد جلسة استماع استمع من خلالها لرئيس تحرير الموقع فيما نصب من اتهامات استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي وفدا من نقابة المحامين وقال رئيس الحملة الانتخابية محمود فوزي أن نقابة المحامين من أعرق وأكثر النقابات حضورا في المواقف السياسية في كل العصور مصمنا مشاركتهم السياسية في كل الأحداث ومشيرا إلى دور النقابة المهمة في توعية المواطنين في ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة الإيجابية في الانتخابات لفتا إلى أن الدولة المصرية حرصت على تحقيق العديد من الإنجازات خلال السنوات التسع الماضية على كل المستويات من جانبه أكد وفد النقابة دعمهم للمرشح الرئاسي السيدة عبد الفتح السيسي لما حققه من تنمية حقيقية وأشاروا إلى أن القيادة السياسية حرصت على إعادة الأمن والاستقرار وعلى تنمية الدولة وبنيتها التحتية بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن المصري شهدت محافظة بني سوي في تنظيم فعليات الاحتفالية الخامسة ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي والذي يتم تنفيذها تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأرمان ومؤسسة أبو هاشيم الخير لدعم الأسر والفئة الأولى بالرعاية وخلال الاحتفالية تم تسليم عقود تمويل لمشروعات تنموية صغيرة لعدد مئتي مستفيد بواقع ثلاثين ألف جنيه لكل مستفيد منها خمسة عشر ألف منحاق قرد حسن لا يسترد بجانب توزيع عدد ألفين من كاراتين مؤد غذائية وطنان من اللحوم على الفئة الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا نحاول نوصل لأهلنا في محافظة بني سويف من القرية للمركز للتابع نحاول نقدم أكبر استفادة ممكنة لكل أهلنا بالمحافظة من خلال إجراءات الحمال الاجتماعية والتدخلات الاجتماعية خلال أكتر من 200 مشروع تمكين اقتصادي لكل شبابنا وأهلنا في القرى بمحافظة بني سويف على جانب آخر نحاول من خلال سنديق المواد الغذائية بنحتفل بالمرة الخمسة للتمكين الاقتصادي من خلال تعالف موجود ما بتاحت رعاية تعالف الوطني للعمل أهلي والتنموي وبالتنسيق بين عدد من المؤسسات هي مؤسسة حي كريمة ومؤسسة الأرمان ومؤسسة الباشمة الخير ندر نقول إن إجمالي اللي تم خلال الأربع شهور أو مع المرة الخمسة الأخيرة إحنا بنتكلم في ألف مشروع تمكين اقتصادي فتحنا ألف بيت في محافظة بني سويف طورنا ما يقرب من ألف مشروع موجودين حولنا مصار ألف أسرة من أسر مستهلكة إلى أسر منتجة ودي حاجة إحنا بنوليها أهمية كبيرة جدا في مؤسسة أبو هشيم الخير لأنه ما فيش أعظم من أنت تفتح باب رزق لأسر قادرة بالمشاريع اللي إحنا بنسلمها لهم إن هي تخلق حياة كريمة لأولادهم في الشهر الخامس على التوالي بمحافظة بني سويف بيتم توزيع 200 مشروع تمكين اقتصادي بيتم توزيع 2000 كرتونة مواد غزائية و2 طن لحوم على أهلنا بمحافظة بني سويف النهاردة استلامت الكرد بتاعي من التحالف الوطني وأنا شايف أن الكرد طبعا أفيدني وأستثمره وهرزق من وراء أنا وأسرتي الحمد لله أن الكرد دي برضو جاء وأفيدني في مصروعي وتمامي التمامي يعني الحمد لله رب العالمين وصلت الأكاديمية الوطنية لتدريب فعليات الأسبوع الخامس من الندوات التعريفية عن برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية واستقبل محافظة القاهرة وفد الأكاديمية الذي قام بتقديم ندوة تعريفية عن برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية أحد برامج مدرسة المرأة لتأهيل القيادة التي تقدمها الأكاديمية بتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة من أجل الوصول إلى السيدات المصريات الراغبات في تطوير مهارتهن القيادية وشهدت الندوة الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الفلسطينيين ختمنا مشاهدين لمزيد من الأخبار يمكنكم دوما تحميل تطبيق أكترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو أر كود الظاهر على الشاشة هذه تحية زميلتي سارة عبدالله وأنا لاشتا إلى اللقاء